مواكبة لجهود السلطات الصحية بالبلد وإحساسا بالمسؤولية الوطنية تجاه صحة المواطنين يقود نائب مقاطعة مقطع الهجار السيد عقوب والسيد يوسف قافلة طبية مجانية على عموم بلديات مقطع الهجار شكلت مناسبة لحضور السلطات الإدارية على مستوى المقاطعة تضم هذه القافلة مختلفة تخصصات طبية التي يحتاجها سكان المقاطعة انطلاقة هذه القافلة التي جاءت في الوقت الذي كانوا مواطنين بحاجة بهم انطلقت اليوم على مستوى كافة بلديات مقاطعة مقطع الهجار هنا واركنا نحن متواجدين في مقطع الهجار وفي نفس الوقت انطلقت في جنابة وصانكرافا والصبح إن شاء الله لا يعود فريقهم متكامل في بلدية وادمور نأكد أن هذه القافلة تضم العديد من الإخصائيين عديد من التخصصات زهاء عشرين طبيبا من الأخصائيين والصيادلة يقدمون استشارات ويجرون فحوصات ويقدمون علاجات في عدة تخصصات من بينها الكشف عن الكبد الفيروسي وتقديم اللقاح ضده هذه النسخة هانية ووجوها جميع الأخصائيين المهمين للساكنة ويطهون 48 ساعة ويفحصون الناس كاملة المنهى يطلب الدواء عندهم يجيبوه يطوه له والمنهى يطلب رافع يعدوله رافع وقد ذمن سكان مقاطعة مقطع الحجار جهود هذه القافلة وما تقوم به من أدوار في هذه الفترة الحارجة جابونا للقافلة فاصلين فيها ومحتاجين له عندي طفيل هالسنوات يوجعوا هذنية والقودو أجزاء أن الحق ما هكشوطن عدل فحوصات هذه الحقيقة جيت هنا عندي مشاكل كانت في الصدر والحمد لله تفاجئنا بوجودها والخصائيين هنا على مستوى مقاطعة مقطع الحجار وبهاي المناسبة مذمنين هذه المبادرة طفيلة تجبر العراف على مدى يومين سيستمر عمل هذه القافلة على مستوى بلديات مقطع الحجار في خطوة تعبر عن مدى حجم المسؤولية الملقى على عاتق هؤلاء